نهارده في الدوري بقى بيرامدز فاز على الإسماعيلي 3-1 عشان يرجع بيرامدز داني لسكة الانتصارات الإسماعيلي ما كانتش خسر أي مباراة من منذ شهر يناير كان دايما بيتعادل إياه بيكسب كتنة نتائج تحسنت بشكل كبير ولكن بيرامدز النهارده وليد الكارت سجل هدف أول في ديئة 14 وإسلام عيسى سجل هدف ثاني في ديئة 40 ثم ضيق الفارق فريد الإسماعيلي في ديئة 67 بهدف لمحمود الشبراء وبعد كده فاقر الدين بن يوسف أنهى الأمور تماماً في ديئة 77 إيه دا؟ يا جماعة إيه دا؟ لا لا استنع طيب طيب معلش أنا ياسف يا جماعة لو سمحتوا نعيدوا الكرة دي تاني معلش يعني دلوقتي الحكم المساعد رفع لعيبة بيرامدز وقفت الحكم المساعد رفع لعيبة بيرامدز وقفت حكم الساحة قال لا أكمل والإسماعيلي سجل هدف ولعيبة بيرامدز أعتقد الهدف دا مش قانوني أعتقد يعني أهو دي برضو واحدة من الأزمات لو ما كنتش برها منذ الكسي بالنهارده كيبقى يتأزمة كبيرة جداً بص في نقطة مهمة هو أدام الحكم ما صفرش لازم الكرة تكمل بس ما هو المساعد دا ما يرفعش إلا لما يبقى واصق ما يرفعش إلا لما يبقى واصق لأ دا خطأ كبير يعني 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 واحدة من الأخطاء المتكررة أو الغريبة يعني بص هاي اللقطة تانية بص 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 أركز على عيبة بيرامدز أول ما حكم لأنك رفع وقفوا بقى خلاص وبيتمشوا خلاص الحكم رفع تمام راجل بتاع الإسماعيل شبراوي شاط قال لك لأ أنا هكمل حتى شناوي ما عملتش تراية عشان عارف إنه خلاص الكرة تلغد حكم الراية رفع بالمناسبة إنه كان لازم الحكم يسفر بس ما هو برضو خد عيني هم ليه أصلاً في القرون الجديد يقولك إن الحكم اللي هو المساعد لو شاك مثلاً في تسلل لو شاك في كرة غلط ولا 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 ما يرفعش الراية إلا لما يتأكد مية في المية أو تخلص الكرة عشان لو قلصت بهدف الله حاجات غريبة والله حاجات غريبة ما هو كابتن جادس قال لك إنه قدام الحكم ما صفرشي خلاص تبقى تتحسب يعني ما فيهاش غلط بص حكم الساعة هو بيشاور بيستمرار اللعب أنا استعجلت وممكن قلت إنه مش قانوني بس هو فعلا أدام الحكم ما صفرشي يكمل الهدف عادي بس برضو مؤذية يعني حكم مساعد رفع وأنا روحت عيني عليه فقلت خلاص هتخلص الهجمة على كده فيه واحد يشوتي يقول غلط كل حال غلط يعني ماشي بس هو بحسب كابتن جادس جريشا الهدف قانوني يعني ما فيهاش مشكلة ترجمة نانسي قنقر